أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الرابعة زولا أن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ 2122 شخصا فيما بلغ عدد الجرح 2421 شخصا وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عدد الوفيات بلغ 1351 بإقليم الحوزة و492 بإقليم تارودانت و201 بإقليم ششاوة و17 بعمالة مراكش وأضافت أنه لم يتم تشجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم ورززات وأزلال وأغادير إدوتنان ودرى البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية تواصل شهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحة والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة ترجمة نانسي قنقر